اهلا بكم عنوين داخلية عدة تصدرت صحف بيروت وهي تطورات رابلوس بدء النقاش باستحقاق رئاسة الجمهورية ملف الجامعة اليسوعية ذكرى اغتيال الرئيس رنيم عوض وموضوع اللاجئين السوريين كلها عنوين لحلقة سنتابعها اليوم مع ضيفنا الشيخ نديم الجميل سباح خير من جديد أهلا وسهلا فيك بكاريكاتور غانين بالجمهورية رح نبدأ الحلقة تحديدا بهذا العنوان باسيل دعا إلى وضع لبنان على سكة البلدان المنتجة رسم المواطن اللبناني يطل من عربة لبنان ضمن عربات قطار محمل بالدينامية والعبوات وصواريخ ايران وسوريا واسرائيل قائلا طلعوني أولا من هالسكة أكيد مش هدا اللي أصده الوزير جبران بسيل بس غانم كانت عنده هذه الخلاصة كيف ممكن يطلع لبنان من هالسكة؟ اللبنان هو القرر يخرج من هالسكة وبيخرج نهار لي منقرر نبطل نكون مرتبطين بكل هالدول المجرمة يلي حوالينا ويلي هدفها تغير المعادلة وهدفها فقط تحت شعارات معينة تغير كل حياة شعب وتفرض على شعب اللي يبدي ساعتها ممكن نبليش نخرج من هيدا الشيء واليوم نحن المعادلة اللي حاكم لبنان أو اللي متبقة في لبنان هذه الأيام شو هي؟ المعادلة الليوم أول شي لا استاتيكو كامل يعني ما فيه أي تغيير بأي معادلة واليوم يعني مش عم بحكي بس بوضع الحكومة أو بوضع السياسة بس عم بحكي بالبلد فيه نوع من أنه انتظر ومنشوف شو بيصير يعني وهيد المعادلة اللي كتير خطرة لأنه اقتصاديا ما بقى فينا نتحمل الوضع البلد كتير كتير تعبين اجتماعيا وماليا وبفتكر أنه فعلا لازم نعمل شي لنظهر من الوضع الوضع الستاتيكو القائم يلي ما حنا عم بيقدر يغير فاصلة فيه هل بتشوف أنه هالوضع ممكن يبقى لموعد رئاسة الجمهورية الانتخابات الرئاسية؟ يعني إذا إذا اليوم القائمين لأنه فيه بالنهاية شخصين ثلاثة هن اللي بيقرروا بهذا بهذا المسار إذا ما بيقرروا فعليا يغيروا هن وياخدوا مبادرة للتغيير الوضع اللي قائم ما فيش بيمنع نبقى هيك يعني اليوم هايدي العملية واقفة على أولا رئيس الجمهورية يلي بيتحمل جزء كبير من هالستاتيكو هيدا اللي واقفين فيه في رئيس الحكومة المكلف وفي في البلد يعني كل السياسيين يلي شغلته عمتون نطرين السياسيين عم بحكي مش بس يعني مش عم بحكي عن نواب أو المزراء عم بحكي عن الإياديين يلي نطرين تيشوفوا شو بديشين بسوريا أو شو شو النتائج المعلنة أو الغير معلنة لأتفاق العالم مع إيران شو السعودية وين السعودية موجودة شو الروسية بأي أتجاه رح تتواجه فريقكم السياسي منو من هؤلاء جزء جزء من جزء من هؤلاء هو فريقنا السياسي اللي أنا اليوم بمحل معين بحط علامات استفاهم ليش بعتكم تركين هيدا البلد هيك ليش ما عم بتاخدوا مبادرة شو بديشير لو شكلنا لو شكلنا حكومة ومشينا فيها شو بديشير بديفوت حزب الله يعمل معركة يخي فل تكن معركة شو بديو يعني من يتحمل لمسهورية مقر ما بتكن إياها سلموها لحزب الله خلينا نشوف حزب الله شو بديو يعمل المسأل يلي نعطى بآخر سنتين ما بنقدير نترك البلد هيك ما فينا وبكرة وصلنا على رئيس جمهورية يلي منو قادر نعم يحكم أو يلي منو قادر يشكل حكومة بهيدا الوضع ما رح يقدر يعمل رئيس جمهورية انتخابية رئيس جمهورية بعد ستة شؤون خلينا نبلش نعم يعني اليوم فكري نحن وصل لرئيس جمهورية إذا حزب الله اليوم عم بيهدد ببرودة أو برشاش أو بفرد بكرة ما رح يهدد بصاروخ رئيس جمهورية أهم من من الوزارة إذا اليوم عم بيهدد برشاش بكرة رح يهدد بصاروخ اليوم فاليوم يلي منو قادر أو يلي ما عندو نية أو يلي ما عندو قدرة يشكل حكومة أو يفرض أمر واقع معين ويكسر هالمعادة اللي محطوطة أنه 14 أزار عند قوة ما بيقدر يشكلوا حكومة بلاها و8 أزار عند قوة عسكرية إذا شكلوا حكومة بلاها تفرض واقع معين على الأرض هيد المعادة اللي بدأت تنكسر نعم بس مين بتحمل مسؤولية ما قد تقول إله الأمور يلا يبدو وكأنه واقف متل ما يقال بالدارش عصوصه نقطة يعني واقفة حسوصه نقطة بس نحن هذا البلد ما بيقدر يكمل هي لأنه عم نكون عم نأجل المشكل لمشكل أعظم ومشكل أكبر ومشكل ممكن يؤدي لانهيار أكبر بكتير اليوم في موقف يمكن قد يحرك هذا الوضع الريقد إذا بدنا نقول موقف لعماد عون لجريدة النهار بمقابلة مع جريدة النهار بيقول لعماد عون لا حكومة لا انتخاب لرئيس الجمهورية وبتقول الصحيفة أنه هالموقف اكتسب دلالات بالاستحقاق الاستحقاقين الحكومي ورئاسية اللي ربطه نعم عماد عون بشكل واضح شو أصد العماد عون من ورا هذا الموقف شو أصد ما بعرف شو فيه ورا شو خلفيته ما بعرف شو فيه خلفيته معروف من خلفاء وللعماد عون ومعروف هو ميلو لترشح يعني لرئاس الجمهورية المشكلة أنه دايما جنرال عون بيشد بيعمل أباهيات على ظهر فريق آخر يعني فريق هو فريق حلفاء يعني بالنهاية مين اليوم اللي معطل الحكومة مشيال عون أنه اليوم احنا عتلينين هام جنرال عون إذا فات بالحكومة أم لا أو بمعنى عتلينين هام يعني اليوم إذا شكلنا حكومة بلا جنرال عون رح يصير في مشكل بالبلد ورح يصير في إطلع ورح يصير في عملية غزة والله والليوم هيدا التهديد هو تهديد غير مباشر تهديد غير مباشر بسلاخ حلفاء للجنرال عون أنا اليوم اللي عم قوله وبما وحق بمحال الجنرال أنه إذا اليوم ما شكلنا حكومة ما رح نقدر نعمل انتخابات رائعين واضح لأنه برجع بقلك التهديد اليوم على موقع الحكومة أضعف من التهديد يلي رح يجي ورح يصير مع رئيس جمهورية يعني اليوم عملك إذا حزب الله مستعد يستعمل تعرفني رشاش استهديد اليوم بحكومة كما هو بدو لها سيستعمل أدوات أخرى كليا وأعظم لأنتخابات رئاسة الجمهورية ولا يفرض الرئيس الذي هو بدو إذا ما صار كما هو بدو سيؤديد ورح نرجع نقع بنفس الأزمة فمن هون لازم كلنا سوى ناخد عهد حقيقي علي حالنا إنه لا المشكل بدنا نتخطي بدو يعمل يعملها أفضل يعملها اليوم على حكومة من ما يعملها بكرة قبل وصول إلى فراغ رئاسة الجمهورية بزرف كم شهر أو كم شهر هل بتراهن بهالإطار على موقف متميز للعماد عون يعني بالشأن الانضمام للحكم ممكن ينضم بغض النظر عن موقف حزب الله لا ما بفتكر هيدا أمور استراتيجية كتير كبيرة ما بيقدر يخرج عنها لأنه بموضوع الرئاسي بيقول أنه هو مع نعم مع دكتور سمير جعجع لأنه نحن نريد رئيس قوي وهو يعتبر نفسه قوي وأنا أرشحه ورجع قال أنه منه مرشح هالكلام كيف ممكن تصرفوك قوة 14 أدار هذا الكلام بعد بكير ينصرف أساسا يعني مش شكل بداية تلاحي معكم بعد وقت بغير بغير رأيه بعد مئة مرة مش أنه مش عم بحكي الجنرال بغير رأيه عم بقول بعد الوضع بغير بغير وضع يعني الوضع بغير ما فينا نعتبره ماد يد لفريق 14 أدار هذا الكلام بغض النظر عما إذا كان رح يصنع يمكن مستنصر بالمقابل أنه كمان دكتور جعجع يراشحو مش مش ممكن تصير بعد كتير بكير واحد يحكي بالعجم المري شيخ شيخ الأسبوع الماضي كرأت ما قال نسيت أي جريد بيقول أنه بعض قوة 14 أدار إذا رأيت أنه الأمور ستتجه لتعيين أو لانتخاب رئيس واسطي ما بمثل هي رح تمشي مع العماد عون لأنه على الأقل يمثل حدثتك من هذا البعض لا ما بفتكر لا بكرك مش ما بفتكر أنه بعتبر اليوم أنه نحن بحاجة للرئيس يكون واضح بأفكاره وصريح مباشر وثابت ثابت على مواقفه ثابت على مبادئه ثابت على أخلاقيته الوطنية وبفتكر اليوم التغييرات اللي عملها الجنرال عون بآخر خلال نقول 8 سنين نعم برهنت على عدم السبات على بعض المواقع أو بعض المواقف الوطنية وهيدا شي أنا بنظري بحط لي علامات استفهام إذا بحال بدنا ننتخب رئيس جمهورية بحط لي نقاط استفهام أنه هل هيدا الشخص رح يبقى على مبادئه ثابته أو ممكن يتغير حسب التغييرات الإقليمية وموازين الكوة في الوضع الداخل اللبناني وهون بحط نقاط استفهام نعم ولكن طالما أشرت له الموضوع بدأ أرجع لقبل 8 سنين كمان قوة 14 أدار ما بتتحمل المسؤولية بدفع العماد عون إلى الجانب الآخر لا ما بفتكير بطريقة تعاملها مع خلينا نقول أنه بال2005 لما صارت الثورة كنا كلنا ضيعين يعني كنا كلنا رايحين بتوجه معين عم بنبني حالنا بحالنا كلنا ما كنا معنا معروف أساسا الثورة صارت بطريقة كتير عفوية فما حدا بيقدر يحمي المسؤولية لغيره ولا حدا بيقدر هو يتحمل المسؤولية يعني جبران طويني عفوان جبران طويني أو أو بياري جميل بوقتها ما كانوا ضربين حساب التحالفات على مدى طويل نعم كنا بعد كنا بعد ما شي عم نتحالف مع طائر المستقبل كان أول مرة نلتقي مع الاشتراكية كان العالم كلنا موجودة ما حدا نعرف لوين رايحين وكيف عم نعمل أنا اليوم للأسف في ناس بعض بيجوا بيقولوا إنه اتفاق الرباعي هو اللي خلش الجنرال عون يروح لغير محد ما حدا يدحك عالتاني اتفاق الرباعي نعمل باكتش ديل كامل وكان داخل فيه الجنرال عون هو خرج كان داخل فيه ما حدا نتحك عالتاني الاتفاق الرباعي هو اللي دهر سامير جعجم الحبس وهو اللي رجع ميشيل عون على لبنان وهو اللي عمل الانتخابات بموعدة بالألفين وخمسة هيدا كان الاتفاق الرباعي بما فيهم انه بيبعبدة الشيعة كانوا بينتخبوا مع اربعطاش ازار وبيعملوا ليحة توافؤية بيبعبدة ولكن خلينا لكل لانهي هيدا الحديث سؤال واحد وبسيط جبال كسروان كانت مع بعضا بالألفين وخمسة بالانتخابات الشيعة يلي بجبال ويلي بكسروان لمين سوتوا بوقتها سوتوا للجنرال عون وللاحة الجنرال عون هيدا ما معناتها انه كان فيه كمان اتفاق معين بين الجنرال عون وحزب الله كان فيه ما حدا يقلنا لا يعني ما حدا يجي يتخبى وراء أصبعه ويقول انه اتفاق الرباعي كان الجنرال عون خارج وعملنا عملنا تحالف ضده لا هو كان ضمنه والبرهان على ذلك انه الشيعة اللي هو بيعتبر انه وقفوا معنا بالألفين وخمسة يعني هي مش مظبوط او حزب الله بالأحرى الحزب الله بوقتها سوت مع جنرال عون بجبال وكسروان هيدا اكبر برهان انه هو كان ضمن السفقة وبيمناطق اخرى بالباع وغيره كيركي شيخ ندين تطرح لائحة اسماء سبعية للرئاسة هيدا اللي كشفوا اليوم اسعد بشارة بجريدة الجمهورية انطلاءا من تحرك باتجاه بكيركي من قبل تيار المستقبل فسر على انه بداية كلام بالانتخابات الرئاسية بالمعلومات انه بكيركي عندها لائحة من سبعة اسماء اساسية قد يعني تطرح لتسهيل التواصل لتوافق الرئاسي رح تدلك الاسماء تأخذ رأيك كمان رئيس امين الجميل نائب مشالعون نائب سليمان فرنجية دكتور سامير جعجع دكتور رياد سليم النائب السابق جون عبيد اللعماد جون قهواجي وبغيب عن هذه اللائحة الشيخ بطرس حرب ونائب روبير غالم وقعية هالليحة تخريك مش فيت سنيجعجع مش بالليحة بلا بالاسماء السبعة الاساسية واقعية هذه اللائحة يعني تحكل هاي دي خليني اقولك هيدا الكلام اللي بنسمع وينما كان بكل السالونات عن اي محلل سياسي أو غير محلل يعني ما بدا جهد كتير ما بدا جهد كتير لواحد يجي يقول انه تحمل بزور رفضة المهم المهم مش قصد بزور مش قلنه رفض أو غير رفض المهم مش الاسماء بعد فينا نحكي عن مية اسم بعد مش قلنه مش قلنه هيدا هولي الاسماء المهمين اولا اذا بنا نحكي عن اذا فتنا بموضوع انتخابات رئاسة الجمهورية واضح جدا اليوم انه قبل ما نحكي عن اسماء قبل ما نحكي عن انتخاب بحد ذاته بدنا نحافظ على الجمهورية ليكونها الجمهورية عند الرئيس نعم واليوم مثل ما رايحين وبالاتجاه رايحين فيه قاعدين عم نفود بتفاصيل دايقة وعم نفود بمتهات هالقدة دايقة انه ما عم نشوف انه البلد عم بيفرد كله سوا وعاديين جايين عم نحافظ على الكرسي يمكن يمتدمر بكرة الستوديو هون وضل هيدا الكرسي نشوف ميم يتخينق على استوديو ما بقى في استوديو نقعد نعمل نعمل برنامج انه عفوا ما اصدق ايه ايه انه اذا بطل في استوديو انه بنقعد نتخينق مين بده يعد يعد يقدم البرنامج يعني ما خلاص ما بقى في ما بقى في أصلا تليفزيونة واحد يقدم برنامج هيدا المشكلة تبعنا ما عم نشوف اليوم انه البلد رايحة الانهيار هل بتشوف انه في فريق يريد ان يذهب البلد الى هذا الانهيار الى هذا الفراغ من اجل ماذا من اجل اعادة النظر بكل التكوين اللبنانية اليوم حزب الله يريد فرض هايمنته وسيطرته على كل على كل المنظومة اللبنانية على كل المؤسسات بالاضافة الى ذلك انهيار كل المنظومة الاقتصادية والامنية والسياسية والعسكرية فرطة كليا الى الوصول بمحل معين لا وقال عدة مرات الامين عام حزب الله انه مؤتمر التأسيس خلينا نعمل مؤتمر تأسيسي ومدي بدي اكدلي انه اول ما رح نقرب على رأسة جمهورية واول ما رح يبلش ينحكى انه بفراغ ومنا قدرين نتفق وا 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 اول شغل رح تنعمل انه يا جماعة نحنا منا قدرين نتفق خلينا نروح نقعد على طاولة حوار خلينا نروح نروح نقعد ونعمل نعمل نظام جديد لهيدا البلال هيدا رح يكون اخطر اخطر تغيير دستوري للبنان ومن قدر التغييرات اذا صارت لانه بسبب بسيط اليوم حزب الله عنده قوة يقدر يفرض بعض شروطه وعنده شيء يقدر يفاوض عليه واليوم في الداخل اللبناني كل الفرقاء الاخرين ما عندهم شيء يقدروا يفرضوا قوة فيه ولا قدرين يفاوضوا على شيء نحنا اللي عم نقدر نفاوض عليه اليوم هي سيدتنا واستقلالنا وكرمتنا ما رح نتنازل عن هذا الشيء نعم ولكن هل يمكن ان تقول انه هذا النظام القائم اليوم لا تشوبه شائبة يعني شايفين البلد كيف صار له 8 سنوات وفي من فريق 14 من يقول بوجوب تغيير هذا النظام ليش عم تعتبر انه حزب الله نيتو قد تكون عاطلة لانه لانه التصرفات اللي تصرفها حزب الله اخر 8 سنين والفوقية اللي بتصرف فيها والهمجية اللي بتصرف فيها بداخل اللبناني ومن بعد 7 ايار وقبل 7 ايار والخطابات اللي بيحكونا اياهن انه نحن نحن هون واللي بدتكون اياه بيصير وعملوا اللي بدتكون اياه هيدا كله هيدا الطريقة اللي بيحكى فيها هيدا كلها طريقة بتضل انه اليوم جييني غيروا التكويني كلها لا يفرضوا هن هايمنتهم بالكامل اذا قدروا هايمنتهم او مكاسب سياسية مقابل سلاحهم هي باتنان الهيمنة بتكون عسكريا وبسلاح على الشارع وعلى الارض وبيدون يترجموها بمكاسب سياسية واكتر من مكاسب بدون يترجموها بهيمنة سياسية على الدستور اللبناني يعني اليوم اي تعديل بالطائف او اي تعديل بالدستور اللبناني الحالي رح يحول المناصفة الى مطيلة هيدا بحد ذات اسمها من نواقع اليوم من نواقع اليوم هذه المثالثة صحيح مش مكتوبة بالنصوص بس بالتطبيق موجودة موجودة لانه لانه في سلاح فرضة بس اذا اليوم ما كان في سلاح لا ما كانت مفروضة طيب تلا مأسورة بهذه السودوية شيخ لماذا لا انه شايف انه راحين عفراء انا شايف انه اليوم هل لا مباليت عن بعض المسؤولين نعم عم بتوصل لا انه يا خي نوع من استئالة عن دور نائب النفس لا لا اقتل من نائب النفس عن استئالة عن دور وعن صلاحياتهم يعني اليوم بدنا رئيس جمهورية مع صلاحياتي خي كتير منيك اذا رئيس الجمهورية ما انه قادي يمضي مرسوم حكومة حكومة عن ايها صلاحيات بتكن تحكوك طالما الامور العملية ما انه بالصلاحية العملية بالموقف اذا ما اننا قدرين ناخد موقف ما اننا قدرين نعطي صلاحية لحدا عتبان بهالسياء على حلفائك انو ما عم بياخدوا موقف بعض حلفاء مين تيار المستقبل بشكل ادق مش بس تيار المستقبل في بعض يعني في تيار المستقبل بفتكر لازم وهن عنده المسؤولية بما انه عنده شو اسمه الكتلة النيابية الاكبر بهذا الشي وهن اليوم قدرين يشكله هن عينوا تمام سلام وهن قدرين اليوم يضحشوا اكتر بهذا العمل عندهم كمان علاقاتهم مع السعودية يلي عم تلعب دور الكريم كتير مهم بفتكر في جو معين بيقدروا يغيروه بس اليوم انا بفتكر انت ما كون عم بظلم بس عم بظلم فريق معين في اليوم بعد وخاصة هون بدي اقول انه افوان رئيس الجمهورية لازم يلعب دور كتير مهم بهالستة شهر اللي جيين ليأمن استمرارية عهده ليأمن استمرارية رئاسة الجمهورية اذا بده يحافظ عليها بده يقدر هو يبرهن انه رئيس الجمهورية بياخد موقف ما بيعتنها بشيء بعد الفاصل هل بتكرر سيناريو لـ 88 وماذا جرى في الجامعة اليسوعية موضوعين رح نقشون بالتفصيل مباشرة بعد التوقف مع اول فاصل اهلا بكم الجديد لمتابعة هذه الحلقة وهذا الحوار مع الشيخ نديم الجميل قبل الفاصل كنا عم نحكي عن خطورة الوضع اليوم اذا كانت الصورة على هذا الشكل لماذا لا توافق قوة 14 أدار على صيغة 996 وتضح حد على الاقل للوصول الى الفراغ التام ويعني هذا اولا وثانيا هل ممكن يتكرر سيناريو 88 عندما انتهت ولاية الرئيس أمين الجميل يعني بوجود حكمتين هيا ناخد سؤال بسؤال انه مختلفين شوية عن بعض اول سؤال اول سؤال 9-9-6 اول سؤال عن 9-9-6 الخوف وين الخوف اليوم قبل ما نفوت بالتفاصيل الارقام انه اي حكومة اليوم رح تجي يمكن هي تطرف اعمال مع بعض الرئيس من بعض الرئيس ويعني من هلأ لفترة غير معروفة المشكلة اليوم انه اي حكومة بهيدا بهيدا الشكل 9-9-6 او بشكل متوازي بين 8-14 ازار هي حكومة غير قابلة للحكم نعم جربناها بحكومة الوحدة الوطنية مع سعد الحري لتبين انه كانت حكومة فاشلة مش لان لانه لانه ادوات تعطيلها من نوفية لانه ادوات تعطيلها من نوفية نعم جربنا حكومة كاملة لاتمانية ازار بلون واحد كمان كانت حكومة تعطيل لانه اساسا الشبيبة ما عنده نية بالحكم ولا عنده نية يزبطوا هيدا البلد عنده نية يشوفوا كيف بدون يعملوا صفقات البترول وصفقات كيف بدون يتكل حدود مفتوحة وكيف بدون يعملوا صفقات المزوط وإلى ما هنالي واخرها من همومون امور امور الشعب وامور تحسين الوضع نحن اللي عم نقوله انه اذا فتنا بهيك حكومة هي حكومة تفجيرية بأدواتها وبتشكيلها ستؤدي الى مشكل كبير رح نوصل له يعني اليوم اذا انا بدي فوت على حكومة او 14 ازار بدي تفوت على حكومة وعرفي تماما انه من هلأ لشهر ملنا قدرة تعين ولا مدين عام ولا قدرة تشكل لجنة ولا قدرة تعين ما بعرف شو ملنا قدرة تاخد قرار تب لا شو بنا نعمل حكومة تب مش ازبط ما نكون امام حكومتين اذا بالاخر يعني كما قيل انه رئيس الجمهورية لن يترك موقع رئاسي بدون ان تتشكل الحكومة انا مني عارف شو ناطر بعد رئيس الجمهورية يعني ناطر اخر اخر ربع ساعة يعني ما ساع الربع ساعة ناطر اخر ربع ساعة ليشكل حكومة يعني رح نرجع ساعتها هون ونفوض بالسيناريو تبعة 88 اللي هو سيناريو مرفوض بالنسبة لقلنا شفنا سيناريو 88 اللي لوين وده نعم هل ممكن يكون رئيس الجمهورية ورئيس المكلف يراهنان على الحراك الاقليمي الدائر اليوم وينتظيران تحديدا العلاقات السعودية الايرانية سلنا سنة ونص ناطرين هدا شي هلا سالتقريب وكأب سلنا سلنا فترة منقوله نحنا بدنا نقرر مصيرنا بيدنا وما بعرف شو وما هل مصيركم بيدكم ما بفتكر في شي مانع على الرئيس الجمهورية يشكل حكومة وما في شي فيفتكر مانعه ل تمام السلام وطيار المستقبل يشكله حكومة هلأ في ضغوطات في ضغوطات في تهديد من قبل حزب الله وفي خوف من حزب الله هيدا أنا منظري حجز الخوف لازم ينكسر بأي طريقة وطريقة حابب حزب الله يعمل ردة فاعل يعمل ردة فاعل يعمل ردة فاعل شو بدي عم بدو يحبس كل اللبنانيين كل الأحرار يحبسوا هل يلي صار بالجامعة اليسوعية هو مثل عما يمكن أن يعني يكون في المرحلة بما أنك أشرت إلى الحبس حيتحسر الطلاب داخل مبنى جامعه وضع الجامعة كان مختلف شوي يعني الحصر مش إنه موضوع حصر حبس يعني مش جامعة حزب الله أساسا يحبسوا الطلاب داخل جامعة لا الجامعة هي وإدارة جامعة سكرت البوابة لما يصير فيه طوق الجامعة أو سكروا البوابة مش طوق الجامعة سكروا البوابة لما يصير فيه احتكاك مباشر بين الطلاب 14 أ silicon اللي كانوا داخل الجامعة وطلاب 8 أ silicon اللي كانوا أخر الجامعة ولكن بمحل معين بفتكر لو أكلوها كاف جماعة حزب الله كانوا بفتكر إجوا عادوا حساباتهم من من؟ من طلاب 14 أزاري اللي كانوا جوا وكانوا مستعدين يطلعوا يعملوا مشكل والجامعة هي اللي منعتهم لما يصير في احتكاك والجانين ندخل الجيش بس كان في نية بهيدا الاتجاه بس اليوم دايما هيدا الشغلة انه هني معهم السلاح وعتلينين هموا له وكيف وإذا أكلنا كاف مئة مرة ومتعمين كاف مئة مرة طب بعدنا بدنا نرجع لهذا المنطق لا هذا ما انه منطق بس إذا اليوم بدون يحكونا يا سترولا إذا هني بدون يحكونا بهذا المنطق بدنا نجاوبون بهذا المنطق لأنهم هيئتهم ما بيفهموا إلا بهذا المنطق يعني نحنا نحنا اللي عم نقوله وللأسف وللأسف نحنا كنا حبين نبنئ أحسن بلد بهذا الشرق وحبين كنا ناخد إكسبو دوباي اللي عشرين عشرين نجيبها نحطها بلبنان وكنا نعملها بلبنان وحبين كنا نعمل من هيدا البلد منورة الشرق يالي اليوم دوباي عم تلعبها طب ليش اليوم منا قادمين نلعب هيدا الدور للأسف مش لأنه معنا ناس إذكية ومش لأنه معنا نية ومش لأنه ما منفهم بالتطور لأنه فيه سلاح عم بيهدد هوية لبنان وعم بيهدد استقرار لبنان كل يوم عم بيخطوف ناس على المطارات عم بيخطوف أجانب عم بيهدد الاستثمار كمين بعد بيجي على لبنان من بعد ما سمع من بعد ما سمع كل هالأحداث اللي عم بتسير على المطار والخطف وإلى ما هنالك وبيخطفوا طيارجية اتنين من من قلب بوسطة وبالآخر بيروحوا بيكونوا محطوطين ما بعرف بأي منطقة طابعة على حزب الله وما منعرف كيف بيتسلموا للجيش اللبناني وما منعرف كيف بيجوا من قبل الجيش اللبناني بيقريكابتر على المطار طيب حدا يفسلنا الشيخ هذا السلاح اللي عم تعتبر انه عم بيهدد استقرار البلد في فريق أساس يعني فريق كبير بالبلد مسيحيين ومسلمين بيعتبر بالعكس انه عم بيحامي عن هذا البلد وهو بيتورطه بالكتال بسوريا عم بيحول دون وصول التكفيريين الى لبنان عم بيحمي بشو عم بيحمي هن هو حمد تكفيرية بمعركة نهر البارد عارفين طيب مين اللي حط خط الأحمر ومين أساسا اللي بعت التكفيرية ع نهر البارد من وين جاي شكل العبسة فللوا من الحبوسة من سوريا واجوا وبعطوا لنا على لبنان مين دافع عنه حليفه لحزب الله هو اللي دهروا من السجون بسوريا وبعط لنا هدية مسممة طيب كتير مني رحنا حربنا مين حطلنا خط أحمر حضرت الأمين العام سؤالي اليوم وين عم بدافع عنا حتى بالألفان وستة أنا بعتبر أنه دمر البنية التحدي اللبنانية ودمر الاقتصاد اللبناني أكتر من ما دافع عن لبنان وحتى اليوم حدا يقل لي وين حزب الله عم بدافع عن كرامتنا عن كرامتنا نحن اليوم تجيه إسرائيل مثل ما اليوم عم بقلنا حزب الله أنه عم بيعمل نوع من شو سميها عملية وقائية استباقية عم بيروح يحارب بسوريا وقائيا لما يفوتوا على البنان طب يا أخي إذا هي ليش ما بتروح بتعمل عملية وقائية على إسرائيل إذا هلقدي عارف حالك أنه كانوا البلكوسائي رح يدخلوا على لبنان طب معاين نحن عارفين أنه بكرة إسرائيل ساعة اللي بدها بتدخل على لبنان ليش ما بتروح بتعمل عملية وقائية عليا لأنه هونيك عندك مصالح مع النظام ومطلوب مطلوب منك تروح تحارب البلكوسائي نعم القتلى اللي عم بيروحوا اللي عم بيموتوا بالألمون اليوم وبسوريا يعني ما بفتكر فعليا عم بيدافعوا عن عن كرامة لبنان وعن سيادية لبنان وعم بيحموا أرض لبنان يعني نحن ما قلنا دخل ولا من معيد ولا من قريب بالصراع الداخل السوري اللي عم بيجي عم بصير بين السوار وبين النظام خلينا نرجع موضوع اليسوعية اليوم كتب غسان حجار عن هالموضوع اليسوعية اليوم وليس غدا يقول بجريدة النهار أن هذا الإشكال ما زال يتفاعل السياسيون دخلوا على الخط يشعلون النار كلما اقتربوا منها بهالمجال كان في إشارة لمواقفكم شيخ نديم شيخ سامي نائب ميشيل فرعون نواب المنطقة أنه دخلتوا على الموضوع بطريقة سيستو إلى درجة كبيرة وهو ما قد يشعل النيران فيه بماذا ترد؟ لا سأقول إنه سياسناه أو ما سياسناه لكننا دخلنا على القطر لأنه اعتبرنا أنه طالما العملية محصورة بقلب الجامعة ما قلنا دخل فيها طالما العملية محصورة بنقاش بدباع بتواصل يمكن حتى مشاكل بقلب الجامعة وتصير بمئة جامعة وجامعة صايرة طالما النقاش محصور بداخل حرب الجامعة نحنا ما قلنا دخل فيه بس لما هيدا المشكل بده يتحول من مشكل طلابي إلى مشكل بالشاريع ويدخلو لنا ناس خارجين عن إطار الطلابي إلى داخل المنطقة ويصير في ردة فعل من الأهالي الأشرفية ومن 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 كل الأحياة ومن كل المناطي لا ساعتها التدخل طبعنا هو أساسي بهيدا المنطقة كمان بيسان الشيخ بجريدة الحياة بتقول أن يعتلي قائد حزبي منبر تقصد دكتور جعجع ويصف مناصري خصوم السياسيين بالرعاع والزعران مطالبا أجهزة الدولة بضبطهم وإعادتهم لمناطقهم هذا يتخطى الخلافات السياسية والأيديولوجية لما هو أعمق وأخطر ورأيت أنه يلي قاله دكتور جعجع ويلي قاله النائب سامي الجميل عن أن الجامعة التي يعود تاريخ تأسيسها للعام 1875 هي جامعة بشير الجميل يكشف حقيقة ما يشعر به المسيح العادي في لبنان حيالة غيره من أبناء الطواقف الأخرى وكيف معايير تقويمه الضمني لهم مش مزبوط مش مزبوط أبدا أولا لما في تصرف أزعر بيكون يلي بيتصرف بطريقة الزعرة بيكون أزعر واليوم الطريقة اللي تصرفوا فيها الجامعة مش عمقول طلاب حزب الله بجامعة كاسوية ولكن يلي إجوا دعم لهم من خارج المنطقة لا تصرفوا كزعران يعني اللي بيجي وبهول وبعيت وبفوت معه سلاح وبصف جي خبيت وماش عارف شو هو المشكل وجي هيك لا هيدا تصرف زعران وأساسنا مش أول مرة بتصرفوا بطريقة من هيدا النوع يعني بسبع عيار كانت أكبر برهان إنه ممكن يتصرفوا بزعرانات وهيدا خاصة خاصة افلا هي جامعة بشير الجمية وهي جامعة جامعة بشير بشير تخرج مننا وبشير والجامعة اليسوعية بتشاركوا نفس المبادئ ونفس وال Minuten هي الأهمية. و эти جامعة تقبر ب 1933 عنة المتخرجين. و حول banquet باشير تخرج من هذه الجامعة. كما انتموا تنفر compatible و اكبرهم و كلم تستطيعون بها بما يصبح رجال دولة او مخترعين اكبر و حول ما يكون هناك. حول вып kendra لأنك باشير تخرج منا وبشير الأهم من هيك بيتشارك هو وياها نفس القيام ونفس المبادئ بشير مش بس تربى بهيد الجامعة بشير ربي بجوار الجامعة اليسوعية يعني هن الجامعة اليسوعية وعيلة الجميل اجوا على هيدا الحي مع بعضهم وهن وياها كانوا من تراث هيدا الحي فهيد الجامعة خليها تكون واضحة إياها هيد الجامعة وأي جامعة اليوم بلبنان تحمل ثقافة وحضارة وتراث معينة نفتخر فيها يلي بدو يجي عليها أهلا وسهلا فيه نحن ما عم نقوله أن هيدا جامعة البشير ما حدا يجي عليها أهلا وسهلا فيها بس ما تاخدوا مننا الزبدة وتكبولنا البقوة ما تاخدوا مننا العلم والحضارة وتتركون لنا الزعرانات على الطريق بتكون فوتوا على هيدا الجامعة بتكون تاخدوها كلها متل ما هي و بتكون فحوصوا عليها إدارة الجامعة إدارة الجامعة عليها مسؤولية بهالمجال خاصة أنها متل ما كتب أنه أول رئيس لبناني لها اليوم هو بإدارتها إذا بدنا نحكي من ناحية التقانية إدارة الجامعة إلى داخل إذا بحال صار مشكل داخل حرام الجامعة يعني لازم تعلق مثلا عدوية طلاب بالجامعة أو أنا بفتكر إيه؟ لازم تاخد قرارات حسمة بهيدا الإطار يعني في بعض التلميذ بسألهم تسع سنين مسجلين تسعة مسجلين يلي هن زيتهم بيعاملوا مشيكل على فكرة بسألهم تسع سنين مسجلين بهيدا الجامعة طيب عم بتخصصوا كذا اختصاص مش عم بتخصصوا وبعنوا عم بتكرروا وبيتركوا بيسقطوا كريديتا يرجع يفوتوا يعاملوا تين السنة وإلى ما هونالي إذا اليوم الجامعة ملنا قدرة تحسم هيدا الوضع في مشكل إذا ملنا حب تحسمه في مشكل آخر إذا هل أدى يخي هيدا التلميذ هل أدى يحبي بياخد شهاده يخي يعطوه هيدا الشهادة خليه يتخرج ويوخفف مشاكل عن الجامعة بس تركيه لنا وبتعرفه تماما أنه هيدا هيدا الشخص جاية يعمل مشكله عم بيسقط أصلا وفي ناس وراه عم بيتفعله صوتات مدرسته وهو ذاته هيدا الزنم يروح بحارب الكثير ولما بيخلاص بيجي بيكمل عمله الجامعة هيدا الأمر مفروض وهيدا الأمر مفروض إدارة الجامعة هي تتحكم فيه بموضوع أخير بها القسم ذكرى رئيس روني معوض جريت المستقبل كتبت عن إحياء حركة الاستقلال ذكرى 24 لاستشهاد الرئيس معوض حيث أكد النائب نائب أفوال علامني رئيس الحركة ميشيل معوض أنه لا يمكن أن نفهم أن يخطف حزب مفترض أن يكون لبنانيا قرارنا كي يؤمن مصلحة إيران وبشار الأسد عن نفس الموضوع كتب علي الأمين بجريدة البلد بيقول قتل روني معوض لأنه تبنى فهما لاتفاق طائف قائم على خروج لبنان من حرب أهلية للدخول بوطن سيد ودولة حرة بمواجهة فهم لبناني آخر كانت تبنى عن سوء نية أو حسن نية المعطيات الدولية والإقليمية التي تدفع بالوطن لأن يكون تحت الوصاية لنفس الأسباب يلي استشهد من أجل الرئيس بشيل جميل قتل الرئيس روني معوض لا نفس المنطق نفس الأسباب أكيد الأسباب تختلف بس نفس المنطق أنه اليوم رئيجة مهورية قوي جاي غير معادلة منه جاي يربط حاله بسوريا أو يفرض حاله أو ينفرض عليه معادلة معينة سوريا ما بتريد هيك رئيس سوريا بتختاله هيدا السبب الأساسي بشير كان رافض أي تدخل أجنبي وأي معادلة ممكن تفرضها سوريا أو تريدها سوريا قتلته دفع الثمن هل أنت مع الاعتدال يلي دعا له مبارح الأستاذ معوض أكيد أنا مع الاعتدال أكيد أنا مع الاعتدال ومن أول ما نعتبر أنه اليوم اللي بيحمي المسيحيين أنه اليوم بعض المسيحيين بيحبوا ورا عطووا عواطفهم وبيخافوا من جوارهم أهم نقطة عنا إياها نحنا والأهم أهم أهم إيمة عنا إياها وأهم دفاع عن النفس ودفاع عن المسيحيين هو الاعتدال وأذا اليوم وهي دا شيء اللي شفناه بمصر يلي حمي الثورة بمصر ويلي حمي المسيحيين مش الأنظمة اللي تغيري اللي حمي المسيحيين هو الاعتدال المسلم الآخر يلي حمي حاله وحمل مسيحيين معهم ونفس الشي اليوم بسوريا يلي رح يحمل مسيحيين على مدى المستقبل ولنه نظام البعث ولنه التكفيريين يلي رح يحمل مسيحيين هو الشعب السوري المعتدل يلي رح يجي على الحكم ما بعد بشار الأسد فاصل قصير بعد ومباشرة وبالقسم الثالث شو اللي عم بيصير بيترابلوس وهل انت متفائل بجناب الثنين انه يحلق الأزم السورية وبالتالي تنحل عندنا بلبنان لحظات ونعود محمد الشقير كتب بالحياة عن أن فعاليات ترابلوس نيابية ووزارية كادت تجمع على سؤال واحد لماذا كتب لترابلوس أن تبقى متروكة ومهجورة لا وجودة فاعلا للدولة فيها ولا أثار للخطة الأمنية الموعودة مع أنها ليست الأولى ولا الأخيرة وكان سبقها منذ خمس سنوات وحتى اليوم أكثر من 11 خطة أمنية تم أحباطها قبل أن ترى النور من يقف وراء ما يجي في ترابلوس ولماذا كتب على هذه المدينة سوريا وين عم بتشوف لمسات سوريا تحديدا وقتا اليوم علي عيد بينطلب على القضاء ولي بيدخل بيجو بحطه دب بيت سوريا فوق بيته لا يحمي لا يحموه لما بنعرف تماما مين طالب منه هو يعمل كل هالهمروجة بتروق بسوريا بتروق هون بتروق بطرابلوس نهار لسوريا بتكون محشورة بتولع بطرابلوس هيدا كله دليلات إنه واضح إنه سوريا هي اللي بتوقف وراء كلها الحركة بطرابلوس وبالنهاية نعرف تماما إنه حزب الله وسوريا عنده المصلحة كتير كبيرة يجندوا بعض السنة يلي بيقدروا يمولون ويتقربوا منهم ويجهزون ويأهلون لا يعني لا يقوموا بمعركة لا يخلقوا نوع من ديفرسيون نوع من إنه تشنج سنة علوية مش بس تشنج سنة علوية تقولوا إنه خلال السنة متطرفين أكتر منه وروحوا بلشوا بلشوا بطوا سلاح هول الجماعة يلي بترابلوس يعني بهالخانب تودع الاعتداءات على أبناء بجبل محسن أنا برأيي هذا العمل مطلوب مطلوب ومؤهل ومحضر من فريق 8 أزار ككل من سوريا لحزب الله اليوم رح ينعقد اجتماع ببيت الرئيس مئاتي بيجمعه للوزراء والنواب نواب المدينة وفي تخوف من تفجر الوضع بعد أنباء عن تمركز خبراء عسكريين من حزب الله بنقاط استراتيجية بجبل محسن ضمن ما يعرف بسرايا المؤومة هذا الخبر نقلته جريدة اللواء ويعني سرايا المؤومة واعلان لواء أنصار الله السوري عن الاستعداد للدفاع عن أهل ترابلوس ممكن هذا بيلتقي مع ما كنت تتفضل به بجريدة النهارة علي حمادي بقول لبنان نحو العرقنا وما يجري عينة من المؤشرات المخيفة والمؤسف لبنان متجه إلى انفجار كبير وانهيار الدولة والمؤسسات بشكل شبه تام هل نحن نتجه إلى العرقنا أم بتنا فيها أنا ما بشبهها أبدا للعراق للوضع اليوم الداخل اللبناني ما بشبهه أدب أبدا للعراق الوضع بالعراق كان مختلف كليا اليوم الوضع في الداخل اللبناني له أسبابه يعني اليوم التفجيرات اللي عم بتصير بالضحية إلى أسبابها ما فيها نتخبه وراء أسبابنا السبب الأساسي هو تدخل حزب الله بسوريا يخرج حزب الله من سوريا أنا أكيد أنه ردة الفعل يلي عم بتكون عليه بهال الانتجاه هيدا بتوقف مباشرة والصراع الي اليوم عم نشوفه بترابلوس معلق مباشرة بالصراع الي بسوريا لأنه كلمة مثل ما كنت عم بقولها لقبل بشوية كل ما بدي سوريا تقوّن تقوّن نبط بسوريا بتقوّن نبط بترابلوس بتعفّق يعني بتحوّل عنظار صوب ترابلوس وبنفس الوقت لما سوريا اليوم بتكون فيتي بديل معين ورايحة بتجاه معين بتروّق مباشرة الوضع في الداخل اللبناني فهون هيدا الشي بيبرهن على محل معين أنه تبهي الشعب اللبناني ما بده أبداً ولا سراع ولا تفجيرات ولا إختيلات ولا إغتيالات كلنا من الدايق يعني اليوم أنا لما يصير فيه انفجار بترابلوس أو يصير فيه انفجار بالضاحية أو يصير بالدايق لأنه بيعتبر اليوم أنه لبنان كله سوا عم بيدفع ثمن هالتفجيرات مش بس الطايف الشيعية بالضاحية وملابس الطايف السنية بترابلوس بس اليوم انفجار مثل هيدا علنا ودوليا والعالم الخارجي بيعتبر أنه عم بيصير فيه عم بيصير فيه ضرب مصدقية لبنان وضرب الاستقرار بلبنان وهيدا الشي بيرتد على كل الداخل اللبناني من أي طرف أتى واليوم إذا فينا نوقف هيدا الشي بيكون مش بس لمصلحة الشيعة ومش بس لمصلحة السنة بيكون لمصلحة كل اللبنانيين بخلاصة لهذه الحلقة وانطلاقا من ارتباط الأزمة اللبنانية بالأزمة السورية أرمان حمسي بكاريكاتور نهارة نخطم معه ونشوفها الكاريكاتور يلي تحت عنوان لبنان رسم طاولة ترمز إلى الدولة وقد اختبأ تحت هالمسؤولون تفاديا لانفجارات تسمع من نافذة وطلع على سوريا بس سوانة بس لحتى نقدر نشوف الكاريكاتور في مشكلة تقنية هذه هي الكاريكاتور إذن المسؤولين اللبنانيين متخبين تحت الطاولة بهالطريقة عم بوجه لبنان الأزمة في سوريا تعتقد أنه حل الأزمة السورية بساعد بحل الوضع بلبنان لا نخطم فيها الحل الوضع بسوريا واليوم الاتفاقي اللي صار بين إيران والعلم العلم الغربي كمان ممكن يساعد ممكن يساعد كتير بهذا الاتجاه لأنه مزبوط اليوم أنه الاتفاقي علنا هو بين العقوبات والنووي ولكن أكيد فيه معينين وأكيد فيه يعني لبنان رح يتأثر فيه إيجابا إذا نجح أنا بفتكر بيتأثر فيه إيجابا ما بتخاف أن يكون التأثير سلبي بتوكيل إيران مثلا بي لبنان أعطاء هالدور يلي أعطي لسوريا قبلا ما بفتكر بهذا الدور بس بفتكر حتى رح يكون فيه عدة عوامل جانبية ممكن تأدي لها ممكن تأدي لها تحسين الوضع الكامل في المنطقة ماذا عن هيك تعليق أخير سواني عن موضوع النازحين السوريين بتخاف أنه يصير قنبلة متفجرة كلما أزداد عددهم أكيد أنا بعترهام لأنه بعترهام من ناحية اجتماعية وإنسانية وخاصة أمنية اليوم من أول ما بلش الموضوع النازحين طلبنا أنه يتحوق أنه ينعملوا مخيمات أو ينعملوا بعض مراكز ساكن لواء لقلهم ببعض المناطق الحدودية وقت قاموا لقيمة أنه لا نحن منا مزبلي ونحن منا موعد لشوك لكل هول اللي كانوا يقولون أنه منا مزبلي حطيتوا رأسكن بالرمل وشفنا شو صار هول هيدا نوع الحكم أو هيدا نوع الحكومة اللي بدون يجعوا 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 لنا إيها لأنه بوقتها وقتها قلنانهم يا خيه ما فيكم تحطوا رأسكن بالرمل وتتفرجوا على السوريين عم بفوتوا وشوفوا شو بدي يصير فيكم خدوا إجراءات معينة يمكن مش مخيمات عم بس عملونا إجراء آخر فوتون ولا قدروا يوقفون ولا قدروا يضبطون ولا قدروا ولا قدرين اليوم يحصون وهيدا سبب المشكل لأنه كان فيه نوع من هيك نوع من استلشئ بكل شيء وهيدا الأمر نحن بنرفضه بهالموضوع ممكن وصلنا لختام الحديث معك الشيخ نديم الجميل النائب عن الأشرفية وعضوك الحزب الكتائب شكرا جزيلا لحضورك معي اليوم أهلا وسهلا فيك ناطريني ببكرة اللي راضي ما حكينا عن الأشرفية عشرين عشرين أخدنا الوقت بس هو يوم بيئة نهار بيئة بلا السيارات هادي رابع مرة بنعمله وراح تكون بالجميزة هالمرة بكل شارع الجميزة نهار بلا السيارات كامل وللولاد للكبار من أي ساعة ببلش؟ ببلش من العشرة لثمانية عشرة بثمانية إلى اللقاء إذن غدا في الأشرفية شكرا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا